اشتركوا في القناة كابتل عصام معوض براحة بحديك للمرة التانية متهالي المباراة النهاردة شافت راحت وجات أكتر من المرة يمكن لآخر وقت احنا مش عارفين ملا هيكسب في بداية المباراة ما قلنا ان زمالك لو قدر ان هو يعلى في الاول ممكن ان هو يسيطر وده اللي حصل كان موفق جدا في ارسالاته وفي ضربه وفضل مستمر في الشوط الاول والشوط التاني بعد كده الاهلي جات له صحوة فكسب الشوط التالت والشوط الرابع بفضل طبعا قورة اللي هي النقطة الاربعة وعشرين بعد الاربعة وعشرين كان كابتن عبدالله بيلعب ارسال فالعب ارسال سبايك فيتعدله الشوط الخامس مشي ايكوال يطلع وبعد كده يتعدله وبعد كده الاهلي يفرق بعد كده الزمالك يجيبه والحد ما خلص نقطة العشرة يمكن والمباراة ما كناش عارفين رايحة فين صحيح صحيح يال كابتن مندوح رأي حددك كيف المباراة طبعا هارد لك للنادي الاهلي ومبروك لنادي الزمالك احنا يعني ماتش من طول موسم طويل جدا اكتر من سنة طبيعا ياما لعبت النادي الاهلي فرحونا وجهاز النادي الاهلي للكرة الطائرة ياما حصل على بطولات النهاردة كان فيه عدم توفيق من بعض اللاعبين وفيه اخطاء شخصية كتيرة جدا ففي الاخر مبروك لنادي الزمالك وهارد لك نادي الاهلي يمكن يا كابتن الجميل في الموضوع انه بالرغم من نهاية موسم واجهاد على اللاعبين استطاعوا انهم يرجعوا من اتنين صفر لاثنين اتنين وصلنا لغاية النقطة العشرة في الشوت الخامس وكان يعني ينادي الاهلي قابقة وسينا وقدنا ولكن هي دي الرياضة يعني اصدقلك انه اللاعب قدوا اللي عليهم بالرغم من النهاردة كان اوف دي دي حقيقة دي حقيقة طبيعيا ان احنا out of system زي ما بيقول للأسف النهاردة العما مش في حالتها اخطاء كتيرة جدا عدم تركيز تركيز مع الاخطاء التحكمية تشدينا في الملعب في اوقات كتيرة جدا اول مرة اشوف خمس كروت حمر في وقت واحد الموقف كان صعب على الحكام لان ماتش كل فرقة عايزة تكسبنا دي زمالك نازل هو ده ما قد مش حاجة اللي هو خسر كل البطولات اللي قبل كده سواء افريقيا سواء دوري فجاة النهاردة بيلعب بكل عرف السلك قوي جدا بحيي النهاردة ريدا هيكل نجم المباراة هو ودياء احمد لعيب مركز اربعة ويمكن دي الكابتن اللي قاني قدر يستفيد من هو بيصغر سن الملعب لما لعب ديق من البداية كانت مفاجأة للنادي الاهل النهاردة احمد فاتحي وزع لعب واستفاد من مين النهاردة صاحف نادي زمالك ومين فايق وبدأ يشغل الناس كويس بعكس عندنا كانت اللعبة في وقت من الوقت كتيرة جدا في بعض اللعبة ما كانوش فيقين ومش في مستواهم فكابتن ميدو حاول يحيي الفرقة بتغيراته نازل عبدالحليم عبه فرق كتير جدا في البلوكات وفي الحماس وكان بشوت الكرة من عالي بس كانت كل قوانية ما ساعدتهش فوقت كتير جدا كان معالي الكرة برضو دي مش حلوة في مع اي فرقة عايز تكسى بطولة لازم سرعة اللعب زي ما اتفقنا سرعة اللعب عشان البلوكات اقدر احرك السنتر بلوك دي الرياضة يا كابتن واكيد يعني القادم افضل وكرة الطائرة يا ما فرحتنا عزيزا مشاهدين هتطلع لفاصل سريع ورجع لحضراتكم عشان نكمل تغطياتنا المستمرة لنهاء كأس الكرة الطائرة والانتهت من سلحظات بفوز نادي زمالج 3-2 نطلع لفاصل ورجع لحضراتكم اهلا بحضراتكم من جديد يمكن اروح لكابتن عصام كابتن عصام يمكن تحكيم النهاردة يعني مش هنقول فيه تعمد ولا حاجة ولكن كان نهاردة نحس ان فيه هزة شوية في التحقيق ده اكيد لان المطش كان حساس جدا وكان فيه نقطة مهمة قوي وعدم وجود الفار برضو ان هو مش قادر يرجع للقورة ويشوف بري بلاي ان هي انصايد ولا قوت ولا فيه غلط لانس شبكة ولا تاتش ولا حاجة فما ساعدوش طبعا فكان فيه وقت معين فيه شد قوي بين اللعيبة عشان قرار الحاكم مش موافقين عليه ونشوف نحاجات كتير قوي ونهاردة اول مرة شوف يعني في نقطة واحدة خمس كرود حمر لعمرها ما حصلت في الفول يعني فده دليل ان كان فيه شد عصبية قوي بين اللعيبة والامور ما كانتش هادية قوي يعني فعلت اكرت من دوح رأي حددك يعني هل برضو التحكيم النهاردة كان يعني كنا حاسين فيه هزة لا انا نفسي نستفيد من اخطائنا يمكن احنا من كذا مرة بنقول لازم نجيب الفيديو تشالنج اللي هو زي الفارف وكورة القدم بيحمل العيبة من العصبية وبيحمل حقيامه وبيدي العدل بين الفئتين احنا مش عايزين الحاكم يكون معنا احنا عايزين الحاكم يكون فيه فكورة بتبقى سريعة على الساعات غزبة عن الحاكم مع شدت والعصبية اللعيبة بتخش بيضغطوا على الحاكم فبيفك التركيزه فبيبقى متردد فانا شايف ان فعلا كان النهاردة المطش عصبي جدا الحمد لله خرجنا من الموسم النهاردة بطولة الدوري ويما النادي الاهلي فرحنا والعيبة دي وحمل اللقب نادي اي اخر تلات نسخ من الكاس اما يكون النهاردة اه دي حقيقة وغدين واحد وعشرين بطولة من الكاس قبل كده ودي اللقب السادس بصات سلينيال الزمالك مهبروك طبعا النهاردة الزمالك عمل ماتش عمره اه البداية برضه ان احنا كنا بنلعب ارسالات اه دي الاسف عند الليبرو المفروض ان احسن لعيف في الملعب دي كانت علامة استفهام بالنسبة لي مستكد دي نقطة الاثناشر اللي كانت في الشوت الاخير اللي كان فيها اه كلام منها تاتش او لا مش تاتش اه يعني يعني كان فيه اعتراض وتأكيد انها تاتش يعني موضوع واضح يعني حتى قال انها عاملت اتناشر عشر اه عاملت اتناشر عشر كانت ممكن تعمل خداشر خداشر الكرة دي كانت مفصلية وللأسف يعني الحكم لم يكن موفق فيها بالمر يعني اولا لو تاخد رأي حددك لعبة الاهل بالكامل يعني واللي عرفه حتى انا برسا عايز كنت اعيدونا كرة لو قدرتوا تجيبوها فيه كرة حتى كانت على عبدالله عبدالسلام هو راح قال علي يعني مش من عادة لعبة الاهل انها تعترض بشكل يعني فجأ على كرة مش من حقه فالكرة دي الحقيقة التحكيم ما كانش موفق فيها في وقت كان المباراة ماشي اكول فيعني كرة تانية بنعيدها اهيه دي كانت في شوط الخامس واضح اصلا حتى زاوية الدرب بالدرب في نص الملعب وفيه تاتش حصل حتى سعيد لما نزل المية المية لمس يعني انا عايز بس نجيب رأكشنات لعبة الاهل ورأكشنات لعبت الزمان كتاني معلش يا جماعة دهانا ونشوف رأكشنات الفرقتين خلوها بالبطيق يعني كمل شوية كده ومشي لسنة كمان اسرع اسرع عشان نشوف رأكشنات لا ما ترجعش كمل بس عايز نشوف رأكشن او رد فعل الفرقتين بقى يجابها بالبطيق نتأكد برضو الامانة يعني اه يعني هي بص هي بره الملعب لا احنا نجيبها بالبطيق بالبطيق لحظت هو بيشوت الكرة جات في ايدي بلوكه وكمان لو تاخد بالك الحكم سألهم سؤال غريب جدا سألهم كرة بره ولا جوه هو مسألش الكرة تاتش هو لو هيسأل يسأل مين يسأل الحكم اللي تحت شبكة حكام حكام للاسف هو راح سأل مين راح سأل الحكام اللاين اللي هما ملهمش دعوه بالكرة اصلا يعني احنا بنعترض على اي اصلا يعني بص الكرة كده لا بالبطيق بص لا بص لا واضح يعني الايد ايد لعب الزمالك في زاوية الكرة في زاوية الكرة واخد بالك يا كابتن وارجع اقول برضو يعني انت تسأل مين تسأل الحكم مريب منه ماشي لا حتى لو مش بينا مش بينانا ومش بينا ناس الحكم اللي تحته هو هو قدر اكتر واحد شايف هو راح استدعى الحكم اللاين سأله طب ما هو يعني ما علينا يعني هي اكيد يعني الكرة كانت مفصلية في المباراة وكانت ممكن نروح بدل 12-11 12 عشرة نبقى 11 أول بس هي يعني هنقول برضو يعني خلاص يعني هي دي الرياضة وهرد لكم ان شاء الله تتعوض في يعني ان شاء الله مرشد جاية كابتن مندوح اسماعيل بشكرك نورتين وشارتين يا كابتن متشكل جدا في وجودي مع نجمين كبار كابتن عسام معوض وكابتن هيسم السعيد فالف شكر للناس اللي كلها اللي عادة على عصابها من الصبح في الاعداد وفي التحليل وفي الناس الكلها اللي بتتعف في القناة اللي هم قدموا حاجة جديدة ما كانتش موجودة في السنين اللي فات قبل كده للجماهير عشان يشوفوا الكرة الطائبة وصبك كبير لقناة النادي الأهلي بنشكرهم شكري لك يا كابتن ونورتنا وشرفتنا كابتن عسام معوض نجم مصر طبعا ونادي الزمالك السابق ونادي الشمس بشكرك نورتين وشرفتين يا كابتن ربنا يباريك في سيادتك وانا بشكرك على تواجدي معاك مع كابتن ممدوح وحقيقي يعني شيء أساعدني هنا لكون موجود في قناة النادي الأهلي ونقدر نقول لي يعني هارض لك للأهلي ومبروك للزمالك لكن هو كان مطش يعني دسم ومطش كلنا كنا على عصابنا وهو ده حل الرياضة ممكن نكسب ممكن نخسر والأمور تتغير مبروك لللي كسب وهارض لك للخسر صحيح يا كابتن صحيح ومتشكلين وجودك معنا ربنا يباريك في سيادتك أنا اللي شاكل لسيادتك واتمعلكم التوفيق يا رب إن شاء الله أعزائي المشاهدين هي دير رياضة فريق كرة الطائرة الماستر زفر رحونا وكسروا أرقام كتير من اللهم هارض لك ولا يهمكوا ركزوا في القادم وهي دير رياضة أشكركم شكرا جزيرا وإلى أجولة أخرى مع ستوديو الأفضل